كل مساء الأربعاء عند الساعة التاسعة يبدأ بوباكربا برنامجه على موجات إذاعة مالي من الولايات المتحدة وتحديداً من وسط منهات في نيويورك البرنامج موجه للماليين في الخارج البرنامج الذي أقدمه يمتد أحياناً إلى ثلاث ساعات لأن سائق سيارة الأجر لا يريدونه أن يتوقف بوباكربا واحد من بين سبعة آلاف من المذيعين الدوليين في 150 دولة منتمين إلى زينوميديا المنصة الإذاعية التي تتيح للمهاجرين فرصة للطلاع على أخبار أوطانهم باللغات المحلية باستخدام تطبيق أو عبر الاتصال برقم محلي رئيس زينوميديا ومؤسسها يقول إن الفكرة كانت تصور الجيل الأول من المهاجرين العاملين بالمهن الفردية لو كنت حارس أمن في مبنى ولم يكن لدي هذا التفاعل الإنساني كنت سأفكر فيما يمكنني أن أقدمه للترفيه عن الناس وجعل يومهم أفضل منذ أن أصبح مديعاً عام 2009 يقول بوباكربا إن أخبار الوطن الأم أولوية للمستمع ويأتي بعدها ملف الهجرة في الولايات المتحدة يضيف با أن منذ أن قام الرئيس ترامب بسن سياسات للهجرة مثل حذر السفر هناك زيادة في الاهتمام بالموضوع خاصة بين المستمعين الذين لا يحملون وثائق رسمية وخلال برنامجه الإذاعي يستضيف أحياناً محامين أو متخصصين في مجالات عدة لكنه يقدم نصائحه الخاصة كذلك في غياب محطة محلية مثل هذه التي تبث باللهجتين المحليتين الفلاني وبنبارا قد لا يكون لدى العديد من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة منفذ آخر ويحرص با وزملائه على أن تشجع البرامج المقدمة المستمعين على الحفاظ على التقاليد ثقافياً وسياسياً وفنياً بغض النظر عن مكان وجودهم